اشتركوا في القناة دعاء يجعلك من الاولياء والصالحين من منا لا يريد ان يكون من اولياء الله او حتى على الاقل ان يكون عبدا صالحا لله تبارك وتعالى اي انسان منا وانا اولكم عنده ذنوب ومعاصي ولكن العاقل الذي يرجع ويتوب الى الله تبارك وتعالى ولذلك بعض السلف دائما يسألون هل فيه دعاء في السنة يساعدنا على التوبة والرجوع الى الله قالوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في ادعية وقيل قبل يعني الادعية قيل ان هناك من القرآن الكريم من يقول بذلك ومن يحفز على ذلك قال الله اما يجيب المضطر اذا دعان قال الله تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب ولم يقل يا محمد فقل اني قريب خشية الاطالة حتى تكون قريب من الله تبارك وتعالى لمجرد ان تدعوه يقول انا معك انا اسمعك انا قريب منك فالاصل ان اردت ان تكون من عباد الله الصالحين ان تصل ركعتين في جوف الليل ثم تدعو بهذا الدعاء واريد منكم ان تنتبهوا لهذا الدعاء هذا الدعاء طلبه ابو بكر الصديق من رسول الله تخيلوا يعني هذا الدعاء حوار بين افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وبين ابي بكر افضل رجل في هذه الامة بعد رسول الله هذه عقيدتنا شاء من شاء وابا من ابا فهذا الدعاء في صحيح مسلم قال ابو بكر لما طلب دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبحت يعني في الصباح واذا امسيت يعني في المساء واذا اتيت مضجعك عند النوم قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ان اقترف على نفسي سوءا قمة التوكل على الله لا حول ولا قوة الا بالله تبارك وتعالى هذا يقين واعوذ بك من شر الشيطان ومن شر شركه وان اقترف على نفسي سوءا او ان اجره الى مسلم فلو دعوت بهذا الدعاء في الصباح او حتى في المساء او حينما تأتي مضجعك لن ترجع الى المعاصي مرة اخرى ان ذكرت هذا الدعاء بصدق واخلاص كان معكم اخوكم اسماعيل الجعبيري مفسر الاحلام انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته